انا اسميتي ازلاف محمد من العيون الشرقية وجدة المغرب هذا الفيديو العاشر كذلك غادي نترجم ونتبع الخيط ديال البحث اللي داره الدكتور الامريكي ليونارد هورويتس في الكتاب ديالو على الابحاث ديال الاسلحة البيولوجية وبالخصوص على الاصل ديال فيروس السيدا اللي هو كيخرب جهاز المناعة ديال جسم الانسان هاد الكتاب تنشر في عام 1996 والعنوان ديالو بالانجليزية هو هذا الفيديو التاسع انقلت اللي قالو الدكتور هورويتس مول الكتاب على الرئيس الامريكي نيكسون من اللي فعام 1969 سنية احتهوى باسم امريكا البروتوكول ديال جونيف جونيف ديال عام 1925 لكي يمنع استعمال وسائل الغازات والجراثين في الحرب ولكن نيكسون وافق على هاد المعاهدة الدولية بلا ما يمنع في الواقع الابحاث في الاسلحة البيولوجية في امريكا هنا في هاد الفيديو العاشر غدي نترجم اللي قالو الكاتب مول الكتاب على العلاقة ديال ستيا يعني المخابرات الامريكية مع هاد الموضوع ديال الابحاث في السلاح البيولوجي هنا الكاتب مول الكتاب قلب على المحضر التقرير ديال اللجنة روكفيلر كوميشن واللي داتو على الاعمال السيئة ديال السيئة في المكتبة الطبية هافردز فرانسي كونتوي ميديكل لايبري كاتب مول الكتاب كيقول بغيت نتبع واحد الحس داخلي فيها كيقول لي باللي مادام سيئة المخابرات الامريكية كانت كتهتم بالتجارب على ال اس دي اللي هي دروغ كتهبل لطاطاتلوسيرن وبالتجارب على عقاقير او ادوية اخرين يمكن تكون عندها علاقة حتى مع العباء مع الابحاث عن الفيروسات يعني السلاح البيولوجي من هال المكتبة صفته الكاتب مول الكتاب المكتبة العمومية ديال بوستون هال المكتبة ديال بوستون الحسب ديال البحث الكاتب القوى ثائق في العناوين بحال كيفاش وشنو هو الاصل ديال فيروس ديال السيدا بيليستسكي هو اللي كاتب هذا تعليق كيتهم امريكا بتطوير الفيروس سيدا الماني كيقول باللي بنتاجون الامريكي هو اللي صنع فيروس سيدا وفي هال المكتبة العمومية ديال بوستون الكاتب مول الكتاب لقى في علن الربور ديال اللجنة روكفيلر كوميشن على السيئة على المخابرة الامريكية الدكتور هورويتس مول الكتاب لقى في هال المكتبة كذلك مقالات كتقول اللي قاله الدكتور ستريكا على الاصل ديال فيروس سيدا يعني باللي هذي الفيروس تصنع في المختبر بالتلصاق ديال جوج حمض نووي من انواع مختلفة ديال فيروسات هذي المقالات كانت مثلا ديال الدكتور جون سيل من لندن وديال مانول سيرفين من ميكسيكو وديال الدكتور جاكوب سيغال من بيرلا واحد من هذي المقالات ديال الروسي وكيقول فيه باللي واحد الشركة من المانيا الغربية اسميتها أوتراج درت الأبحاث على شي فيروس ديال القرد الأخضر في زاير ومنه صنعت واحد المتحور ميته بصفات جديدة كيقتل بنادم هنا سنترجم اللي لقاه الدكتور غرويت سمو الكتاب مكتوب في الرابور ديال اللجنة روكفيلر كوميشن على الأعمال السيئة ديال السيئة ديال المخابرات الأمريكية واللي عندها علاقة مع الصناعة البيولوجية ديال الفيروسات هذا الرابور كيقول في الربيع ديال عام الف وتسعمية وسبعين من اللي الكونغريس الأمريكي وافق على الفلوس اللي تعطات لوزارة الدفاع ديبارتمنت أوف ديفنس باش تدير تطوير الفيروسات اللي بحال الفيروس ديال السيئة يعني اللي كي يخرب جهاز المناعة ديال الجسم سيئة المخابرات الأمريكية صفتت جو الشيكات ديال الفلوس للبيت الأبيض الرابور قال باللي هالفلوس صرفت على الحملة الانتخابية من بعد باش الرئيس نيكسون يعود ينجح في الانتخابات الكاتب من الكتاب كيعلق على هات الشيكات وكيقول يعني من اللي الموظفين ديال الإدارة ديال الرئيس نيكسون كانوا يعرقلوا العملية اللي يعلنها نيكسون واللي هي ينقصوا من الأسلحة البيولوجية الرئيس نيكسون في البيت الأبيض توصل بالجزاء يعني الفلوس من مؤسسة تجسس الأمريكية سي آي اي الدكتور مول الكتاب غادي يفسر العلاقة ديال سيئة مع الرئيس نيكسون من المحضر ديال اللجنة روكفيلر كوميشن واللي كيهضر على الحادثة ديال التنصط في الحادث واتر جيت ديال عام الف وتسعمائة وتنين وسبعين الكاتب قال عام الف وتسعمائة وسبعين عاد غادي الناس يعرفوا باللي المهندسين ديال واتر جيت هم على الأقل ربعة ديال العناصر ديال السياة والهدف ديالهم هو يخسروا السمعة ديال عضو مجلس الشيوخ إدوارد تيد كينيدي اللي كان كيس قال بللي هو المنافس الديموقراطي القوي الوحيد ديال رئيس نيكسون في الانتخابات ديال عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين بين قوسين والتر جيت هي الحادث ديال الدخول بالكسر للعمارة فين الحزب الديموقراطي در المحل ديال الحملة الانتخابية دياله فعام الف وتسعمائة واثنين وسبعين هوورد هانت عنصر ديال سيئة دار التنسيق ديال عملية الدخول العمارة فين كان هذا المحل في عام 1972 في عام 1971 بطلب من الموظفين ديال البيت الأبيض اللي كانوا مع الرئيس نيكسون سيئة وفرات وجدات هوورد هانت وثائق تعريف مزورة وسائل تخفي وسجالة وكاميرا وآلة لمعالجة الأفلام وهذه الوسائل هي اللي استعملها هوورد هانت مع جوردون ليدي باش يدخلوا للمكتب ديال الطبيب النفسي في الدين اللي كان في العمارة اللي في هالمحل ديال الحملة الانتخابية ديال الديموقراطي ادوارد تيد كينيدي وكان هوورد هانت بالخصوص طلب من سيئة تخرج له التصاور اللي اخذا المكتب الطبيب النفسي في الدين باش يوجد يدخلوا بالكسر باش يديروا عملية التنصط للديموقراطيين في نفس العمارة الكاتب كيعني بهذا الشي اللي نقلو من الرابور ديال السيئة الكاتب كيعني بهذا الشي اللي نقلو من الرابور ديال اللجنة ريكو فيلر كوميشن باللي سيئة بغا تتعاون نيكسون يولي مرة اخرى للرئاسة لانه تساهل في القضية ديال الابحاث ديال السلاح البيولوجي الدكتور هورويتس هذا مل الكتاب كي يذكر الموقف ديال اخوان كينيدي من القضية ديال السلاح الكيموي والبيولوجي وكي يقول بوبي كينيدي الاخ ديال ادوارد تيد كينيدي كان يمكن يهزم نيكسون في الانتخابات الرئاسية ديال عام 1968 عند بوبي كما عند الاخ دياله الاخر جون كينيدي اللي تقتل في عام 1963 ملي كان رئيس ديال امريكا الاستعمال ديال الاسلحة الكيموية والبيولوجية هي شي حاجة ممقوتة وكريهة يعني عندهم هما خيبة حتى الحد بوبي كينيدي اغتيل تقتل وقت قصير بعد ما تقتل دكتور مارتن لوثر كينغ اللي هو من السود وكان يطلب تكون امريكا تحطار محق المساواة ديال الجميع وفي عام 1964 عارض الحرب ديال امريكا في الفيتنام وفي ربعة افريل 1964 قتلوه وبوبي في استطلاع الرأي كان كيلوم بزاف امريكا على الدخول ديالها القضية الفيتنام وقال باللي المواطن الامريكيين كلهم مسؤولين على يمشيوا الجنود ديالهم يموتوا في الحرب ماشي غير صانعي السياسات في الادارات هما اللي مسؤولين وقال الغازة ديالنا هي اللي كتحرق الدرار الصغار والقنابيل ديالنا هي اللي كتواطي القرى مع الارض يعني في الفيتنام ادوارد تيد كينيدي ما كانش الموقف دياله فيه معارض الابحاث ديال السلاح الكيماوي والبيولوجي كان الموقف دياله ملطف معتدل تيد قال باللي المجتمع الامريكي خصو يعطي الموافقة دياله على الاختراع التكنولوجية وقال باللي الاهمية ديال الامكانية باش يوقع تقدم كبير في الميدان الطبي بهذا الابحاث البيولوجية شي حاجة اكتر اهمية من غير نقوله لا لهذا الابحاث من الول وقت قصير بعد الاغتيال ديال خوه بوبي تيد كينيدي قال الخصوصية ديال الابحاث في ميدان الحمض النووي الدي ان ديال نوات ديال الخلايا واللي في عناصر الوراثة يعني التلصاق ديال طروفة ديال ادئين مأخوذين من جوج ديال انواع ديال الفيروسات مختلفة باش يتصنع فيروس جديد ولا متحور ميدان هذا الابحاث مشي لعبة علمية مصلح الوالو تيد كينيدي كذلك تعين نائب رئيس الناطو الكاتب والكتاب كيكتب اذا في عام الف وتسعمائة وسبعين بعد ما تخلصوا من بوبي كينيدي كتلوه ومع حركة الحقوق المدنية اللي كان كيمشيها مارتن لوثر كين ولت في اضطراب ومع الموقف ديال تيد كونيدي المساند لصناع الحرب والاسلحة البيولوجية كملوا على خدمتهم والباحثين في المعهد الوطني للسرطان كانوا خدامين بالمعقول باش ينفذوا الامر ديال وزارة الدفاع واللي هو صنع فيروسات كتشبه الفيروس ديال السيدا يعني اللي كتقضي على جهاز المناعة في الجسم ديال الانسان ولكن مدن الجو السياسي ما كانش عاد ملا امن ومع الرئيس الامريكي نيكسون صنية البروتوكول ديال جونيف ديال عام الف وتسعمائة وخمسة وعشرين اللي كيمنع استعمال الغازات والاسلحة الكيموية والبيولوجية في الحرب كان خص التمويل ديال ابحاث البيولوجية يدار بطريقة سرية وهكذا يدار تحويل ديال المال اللي في اللول كان غادي للاقسام او وزارة العمل او الصحة والطربية تعليم وهكذا صبح مركز فورد ديتريك اكبر محطة ديال اسلحة البيولوجية يعني ديال الفيروسات وتقريبا كيسيروا المعهد الوطني للصحة والمعهد الوطني للسرطان مع الدعاية كأنه كيخدم الحويج ديال السيلم الكاتب والكتاب كينقل من مجلة الطبيعة هذا التحول اللي دار مركز فورد ديتريك في ديال المعهد الوطني للصحة والمعهد الوطني للسرطان الاقتراحات ديال طريقة العمل فيه اللي جات من المعاهد الوطنية للصحة كانت هي اللي مقبولة من العموم وبحل اللي وافق عليها مبدئيا روبير فينش الوزير اللي الرئيس السابق ديال وزارة او مديرية التربية ودكتور لي دي بريج المستشار العلمي ديال الرئيس الامريكي ثم كل شي اللي يخدامين في مركز فورد ديتريك يبقاو كيتسناو باش يبدو يخدمو على المشاريع ديال الابحاث اللي يزعمال معاهد الوطنية للصحة الجوش لشدات الإدارة ديال مركز فورد ديتريك غادي يتعطي المختبرات مركز فورد ديتريك ولكن مدم ان عداد ديال العلماء الباحثين ديال مركز فورد ديتريك كانوا يبعداء من الول يتعاونوا مع المعهد الوطني للسرطان موقع حتى الشي تغيير كبير الكاتب من الكتاب كيقول اذا ما غاديش نتفاجئوا من اللي المشروع ديال الابحاث على الفيروسات الخطيرة هو اللي كان من بين المشاريع اللي كان خاص مركز فورد ديتريك يبدا فيها من اللي ولا مسيروا المعهد الوطني للصحة المعهد الثاني اللي كيشارك في تشير مركز فورد ديتريك يعني المعهد الوطني للسرطان استعمل فورد ديتريك للانتاج بكمية كبيرة ديال الفيروسات ديال الاورام السرطانية العام التابع يعني في عام 1971 الحرارة ديال الحملة الانتخابية ديالو الرئيس نيكسون بدأ عملية الحرب ضد السرطان وغير شوية من بعد البداية ديال هالعملية نيكسون بدأ شكر الدكتور روبير قالو الرئيس ديال قسم إجراءات تحكم الخاصة بالخلايا في المعهد الوطني للسرطان والرئيس ديال المعهد الوطني للصحة وكيقول باللي اكتشف وتعرف على الفيروس اللي مسؤول على السرطان ديال الدم لوسيمي الفيروس ار ان ا ريترو فيروس يعني اللي بحال الفيروس ديال السيدة واللي كيتوالد بالتغيير في الحمض النووي ا ا ار ا ا وهنا التعلن باللي المعهد الوطني للسرطان غادي يكون متوفر عنده اللقاح ديال السرطان ديال الدم في حدود عام 1976 بعدما الدكتور هورويتس مل الكتاب أرف هاد المعلومة على الدكتور روبرغالو والاكتشاف ديالو واللي المكتبات كونتوي في هافارد باش يقلب على التقارير اللي ينشرها الدكتور قالو الدكتور مل الكتاب القابلي في هذ العام يعني عام 1971 الدكتور روبرغالو اكتب مقال على الطريقة ديال المجموعة ديالو واللي هي يدخلوا ا 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 الحمض النووي اسيد ريبونيوكلييك ديال واحد النوع ديال الفيروس نوع اخر ديال الفيروس باش يصنعو متحوير ميتون اللي كي يخدم بالضبط بحال الفيروس ديال السيدا يعني كي يدمر كي يخرب جهاز المناعة من اللي يدار بشي جسم انسان الدكتور هورويتس مل الكتاب كيدير الاستنتاج اللي هو الفيروس بحال الفيروس ديال السيدا تصنع في المختبر السبعينات من القرن العشرين اللي قالتو المجموعة ديال الدكتور روبير قالو اللي هو الهدف ديال هم هو بغو زعماء يغيروا جهاز المناعة على مستوى الجينات حمض النووي ا ا ار اين في واحد مصاب سرطان الدم لوسيمي بش في جهاز المناعة ديالو يتحكم في السرطان ديال الدم تكتب من الكتاب كيقول ولكن في الواقع تجارب بهذا النوع ديال الفيروسات ديال الدكتور قالوا كالهدف منها يديروا أنواع ديال سرطان الدم والأورام السرطانية وأمراض اللي كتهجم على جهاز المناعة والضعف في الدجاج في الفيران في الغنم في المشاش في القرودة وفي الإنسان 13 عام أخرى بعد هذل أعمال ديال مجموعة الدكتور روبير قالوا يعني في عام 1984 عاد مارغاريت هيكلر وزيرة الصحة في حكومة الرئيس الأمريكي ريغن قالت باللي الدكتور روبير قالوا اكتشف الفيروس اللي كيدير سيدا وشكراته على هذ الاكتشاف في الفيديو الحادي عشر سنترجم جزء آخر من الكتاب ديال الدكتور الأمريكي ليونارد هورويتس الكاتب مول هذا الكتاب قال إذن أن هذا الباحثين كانت عندهم الوسائل باش هما يديروا أنواع ديال السرطان في الحيوان وفي الإنسان للتجارب من السبعينات من القرن العشرين وقال كذلك أن المخابرة الأمريكية السيئة كانت كتهتم بالعقاقير لدروغ اللي هي بحال الدواء ولكن كتضر بدل ما تعالج وذكر مخدير الاس دي لكيهبل كاتب آخر أمريكي هو فريتس سبرينج ميا في الجزء ثلاثة من الكتاب ديالو للعنوان ديالو بالإنجليزية هو وصفة النورانيين لصناعة خادم يتحكمون فيه وغير معروف كيعطي لائحة طويلة طويلة ديال العقاقير للدروغ والضرر اللي كتديروا الدماغ ديال الإنسان واللي هي كيناف المختبرات ديال المخابرات الأمريكية السيئة وقال أن عدد الأنواع ديال هذلي دروغ هو ما بين ستمائة وسبعمائة نوع هذلي دروغ كتغير الحالة ديال الدماغ ديال الإنسان والسلوك دياله والسلوك ديال البنادم من أجل تحكم فيه من طرف السيئة والنورانيين كما كيتدار في الموجات المغناطيسية يعني لازوند اللي هم بحال الرئيسو اللي كيخدم به الهادف النقال والأنترنت هذا الاكتاب ديال فريز سبرينغ مياه هو العنوان دياله هو هذا الفصل الجزء الثلاثة من هذل العنوان هو هذا شفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا